بسم الله الرحمن الرحيم هنستكمل الشغل بتاعنا النهاردة بمجموعة من الإكزامبلز اللي هتديني فكرة عن كيفية استخدام الكاش فلو ديجرا الإكزامبل الأولاني بيقول إيه أماريت كابل is planning to pay a new sport utilities vehicles five years from now they expected cost 32 ألف at the time of purchase if they want to have half of the cost for down payment نص التكلفة لها 32 ألف how much most they save each year if they can earn 10% per year on their saving يبقى الفكرة بتقولك إيه أنا عاوز أبدأ مشروع تكلفة 32 ألف لكن أنا هستعير نص هذا المبلغ قدراتي ما تستحملش أبدأ هذا المشروع فهستعير 16 ألف أسدهم إزاي بعد خمس سنين يبقى واضح الكاش فلو ديجرام بهذا الشكل أنه عندي رقم في الفيوتشر عبارة عن 16 ألف وعاوز أنا أسده بدفعة سنوية واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة يبقى أنا محتاج أوفر كل سنة أديها عشان أسدها للبنك في السنة الأولى زي التانية زي التالتة زي الرابعة زي الخمسة ينتهي المبلغ اللي أنا مقترده يبقى نص المبلغ اللي عندي اللي هو عبارة عن 32 ألف عبارة عن 16 ألف يبقى أنا عاوز 16 ألف أحاولها إلى إيش؟ هذا المبلغ اسمه إيه؟ يبقى أنا عاوز أجيب إيه وعندي المبلغ اللي في الفيوتشر يبقى عشان تودي ده أنا والهو فيوتشر يضربه في الفيوتشر تفايند إيه وهو إف وحسب سعر الفايدة اللي هو عشرة في المية وعندي خمس سنوات أخش التياب والأجيب قيمة المبلغ ده هو قيمة الفاكتور ده اللي هي يطلع كلام ده أضربه في 16 ألف يبقى علشان تقدر تسد المبلغ ده هو محتاج تدفع كل سنة 2620.8 دولار علشان تقدر تسد هذا المشروع العام يبقى example آخر how much money must you deposit in year 6 تدفع الده في السنة الستة if you deposit 5000 now يبقى أنت دفعت 5000 الآن and you want to have عاوز المجموع يبقى 12 ألف at the end of 11 year assume your deposit earned interest 6% per year نجد شرح المسألة بالcash flow diagram بتاعي أنا النهاردة حطيت 5000 دلوقتي واخبالك وعاوز أخد بعد عدد من السنوات 11 سنة عاوز أستلم 12 ألف طيب تحط كم في السنة الستة علشان تصل إلى هذا الغرض المنشود بتاعك يبقى النهاردة علشان أقدر أحل الكلام ده مفروض اللي 12 ألف يساوي المبلغ اللي موجود في ال present والمبلغ اللي موجود في السنة الستة علشان أود الخمس تلاف دول عند N بيساوي 11 تشوف عند صفر هنا هو 1 2 3 لحد 11 سنة لكن عند السنة الستة يبقى فيه 7 8 9 10 لحد 11 عدد السنوات اللي عندك يبقى 12 ألف بيساوي الخمس تلاف أوديها future وهي present حسب سعر الفايدة و11 سنة لكن ال B6 هيفرقها هي عند السنة الستة هيبقى فضلها كم سنة لما توصل لي السنة 11 هيبقى فضلها خمس سنوات يبقى 12 ألف هيساوي خمس تلاف أوديها future وهي present وستة في المية و11 سنة لكن ال B6 دي أنا مش عارفها كام أوديها future وهي present لكن فضل عندك السنة السابعة التمنى التاسعة العشرة الحداشر يبقى خمس سنين يبقى أطلعت الكلام ده من التياب وليبقى المجهول عندي B6 يبقى في الحالة دي تتوكل على الله وروح ادفع في السنة الستة 1874.53 عشان تتحصل على المبلغ اللي انت عاوزه بعد حداشر سنة يبقى في cash flow بيجرام ناخد بالنا هذه ال present وال future العلاقة ما بينهم هذا ال annual و هذه ال futures لو انا عندي هنا annual و futures ايضا في هذه الحالة يبقى ده عاوز احول annual ال present والعلاقة التانية لو كان عندي gradient دفعات سنوية اللي هو ال arithmetic series اللي عندي locating the present wars and the future wars the present wars في الغالب دايما خلي بالك يا مهندس الدفعات السنوية المتساوية بتيجي قبلها بسنة لكن لو انت عاوزه عن سنة zero لازم تجيبها على مرحلتين المرحلة الاولى قبلها بسنة ثم تبدأ من هنا هوة توديها ال present و ده المشكلة اللي ممكن تحصل لك وانت بتشتغل في المسائب يبيوز future to find the f given b factor to find the future wars ويوز في على 8 factor to find the future amount يبقى بهذا الشكل واندك كومبيوت the present بالنسبة لي الكاش في الوضغرام السابق اللي عندي يبقى ال present is allocated one year period يعني دايما ال present بيجي قبل ال annual بسنة يعني لو هنا annual يبقى ال present بيجي قبل منه على طول بسنة لكن الفيوتشر لو انت عندك رقم في الفيوتشر على طول عند اخر رقم الفيوتشر بيجي لك يبقى تخلي بالك من التركة دي لما يكون عندك دفعات سنة يوم منتظم وتحبك جيبها present بتيجي قبل اول دفعة لكن في الفيوتشر بتيجي مع اخر دفعة يبقى بهذا الشكل اللي عندي لانا عاوز اجيب الكلام ده اجيبه الاول هنا هو وبعد من هنا اجيبه ال present لكن لو عاوز اجيبه الفيوتشر اجيبه الفيوتشر مباشرة بهذا الشكل اللي عندي سي لو عندي مسألة خمسمية ثم بتزيد مية 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 يبقى فيه خمسمية وفيه gradient اللي هو المعدل التزايد اللي عندي يبقى اجيبه بتوفاكتور ال annual ثم ال gradient الجزء الاولان هتضرب ايه على تفاين بي جيفن هي وقوز التاني تفاين بي جيفن جي اللي هي ال gradient اللي عندي وشاكرين وشوفكم المرة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته